اشتركوا في القناة الحقيقة وترتها بقت سريعة لازم نجري عشان نلحق بس انا مش قادرها الحق من الام الاغذام من مشاكل العضلات من الام المفاصل ودي مشكلة كبيرة جدا 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 بيقابلها الشباب الصغيرين وانا بلق الدوق على الحتة دي اكتر من الكبار الكبار الحمد لله هصل لهم تأسيس من بدري لكن الجديد الجلي الجديد ما عندوش التأسيس الكامل عشان يبقى عندو قوة في الاغذام ومشاكل المفاصل بيقابلها بشرفنا ومنورنا النهاردة الدكتور علاء الدين احمد المستشار العلبي شركة بكسا فارب اللي هيتكلم معنا في المشاكل اللي بتقابلنا ليل ونهار صبح وليل في كل حتة في الشغل في الشارع في حياتنا العادية انت بنور الدنيا والله انا منور بوجودي معك الله يحفظ حضرتك من مورنا وانا بسعيد جدا بوجودي مع البيه مستر منضوح حاشل يباشي ده شرف واخدلك عايز اقول لك الحاجة انت محتاج كمان حاجة تخف بسرعة اه احنا بتكلم في حصل الصرعة اه يعني انت محتاج النهاردة برتم الحاجة بقى سريع فمحتاج لما اديك حاجة تخف بسرعة اكيد بس مش تخف بسرعة وبس حل كمان ما يوقاش لها اصدار الجانبية الله وانت اصدارت كلمة المفاصل وما عروف ان معظم العلاجات الكيميائية اللي موجودة في السوب بيبقى لا تأثير على المعدة وعلى فكرة اصحاب الأولوال الابراض المسلمين ما ينفعش ياخدوها طبعا طبعا يبقى محتاج انك تخف بسرعة حل محتاج حاجة يكون يا كد يا كلها ملاش اي اصدار جانبية يعني اديك مكمل غذائي الحاجة التالتة تكون سهل انك تاخدها الحاجة الرابعة يكون سعرها مناسب صح كده طبعا ده كده جدا جدا وانت اصلاحز ان انا بتكلم بسرعة لان انت مقدمة اخيرتنا تكلم بسرعة لا انا مش عايزة تكلم بسرعة انا عايز الاول حاجة الاسباب اللي بتعمل لنا الام المخاصل الاسباب اللي بتعمل لنا الام العظام والعضلات اقول لي الاسباب وبعد كده اقول لنا العرض بتاعنا بس خلبيك انت اصدت كلمة عضلات وعظام مفاصل وكل حاجة فيها ليها ليها ممكن نعمل عليها حلة وهو مست الكورس بتاعنا بما ان انا بكلمك على كورس يعني بيتعامل مع كل ما يخص الام العضلات والعظام والمفاصل جميل العضلات هي اللي بتقوم بحماية العظام حل والعظام هي الهيكة العظم المسؤولة عن حماية الأجزاء الداخلية أكيد والمكاولة الأساسية في العظام هو الكالسي طبعا والمفاصل عبارة عن إيه؟ عن التقاء أي عظمتين ببعض عن طريق الأربطة والغضريف وبينهم سائل الغضريف بتقوم كمخدات عشان تمنى احتكاك العظم ببعضه والسائل بيقوم بسائل زجاجي أو سائل زلالي بيمنى احتكاك الغضريف ببعضه حلو يبقى أنا محتاجة النهاردة هتعامل مع العظلات والمفاصل والعظام أكيد إنت أثرت حتة المفاصل فخلينا نتعامل مع المفاصل الأول وعلى فكرة المفصل مشكلته كبيرة لأن عايزك تتخيل شوف حياتك بتقول ما بيقدرش يصلي هو المشكلة كمان ما بيقدرش يصلي ولو متعملش صح ممكن يؤدي إلى تغيير مفصل تغيير مفصل يعني تغيير أسلوب حياتك ولا بيقدر يصلي ولا بيقدر يطلع سلي ولا بيقدر أسلوب حياتك توقف وخليباك زي ما أنت قلت ده كمان موجودة في الشباب موجودة في الشباب بسيدي لها تفسير لأن النهاردة الشاب بيقعد على الكمبيوتر على جهزة الألعاب الحديثة كلها بالساعات يحصل عنده طيبس في العضلات فيبع عنده مشكل في أقلام الأعظام فتؤدي إلى مشكل في المفاصل يبقى محتاج النهاردة أديك حاجة توفر فيها أربع حاجات حلو تديك رابط أورستوف أكشن يعني سرعة الشفاء منها يمين الحاجة التانية تبقى سهل أنك تاخدها الحاجة التالتة ملاش أيا صار جنبية الحاجة الرابعة يكون سعرها مناسب للجميع أنا بحب الحتة الأخيرة سعرها مناسب للجميع هقول لك دلوقتي أنا جايلك ده أنا مش بحوات ده نازل نتحاس شوية برضو بحوات ايش براحتك أول حاجة بأدام حاجة أثارت المفاصل يبقى لازم أديك مكمل غذائي أتعامل مع مشكلة المفصل وهو عندنا أول مكمل غذائي عندنا النهاردة اللي هو الجيونتي بكس تمام والجيونتي بكس هو عبارة عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات مكونات الجيونتي بكس عبارة عن كلوكوزامين كوندورتون وهيرونيك أسد مش مهم الأسامل بس لازم تعرف الهيرونيك أسد ده اللي هو السائل اللي موجود ببناء الغضاريف السائل الزلال اللي حدك قلت عمي اللي هو بيقل مع عدات الغذائية الخاطئة وعن ممارسة الرياضية الخاطئة ومع عصر الصرحة حاجة بتقول عليه حلو جدا يبقى أنا محتيك حاجة تعوض السائل ده ده موجود في الجيونتي بكس جميل الأربطاء الغضاريف اللي هو الكولوكوزامين كوندورتون منضمن مكونات الجيونتي بكس الكولوكوزامين كوندورتون تمام يبقى أنا أعادت بني أربطاء الغضاريف سهولة الحركة لأن الحركة بتختلف عشان السائل ده بيقل لواسوط التقطاة برضو منضمن مكونات اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس ده بيشتغل كمضاد التورم برضو انت حيك قلت ان هو بيبع عنده قلم ومحتاج القلم يروح بسرعة فمديك النهاردة من ضمن مقونات الجون كل ده في قرص واحد بتاقضه قرص من قرص القرصين قبل ما تنام بالليل قرص لو انت مش بتشتكي قرص لو انت بتشتكي من ضمن برضو مقونات اللي هو الجنجر هو مستخلص الجنزبيل وده بيشتغل كمساكل القلم ويحسن من كفاءة الدورة الدموية فبسرعة يزلك القلم ده جميل اوه فبقى النهاردة عملت لك ايه حلات مشكلة الايه انت كده عملت كافرينج للحطة بتاعت المفصل المفصل دي اللي احنا بنستهين بيا يقولك اصلا بس مع صوت تقطاء وانا بصال يخلي بالك التقطاء دي ما انت دي بدات الخشونة والخشونة يعني انت غير مفصل كل ده ممكن اعالجهوه لك اوه خليك ما تتحطش في المشكلة دي عن طريق قرص واحد بتاخده قبل ما تنام بالليل لو انت بتشتكي بتاخد قرصين قبل ما تنام بالليل ولو اتحطيت في المشكلة دي وعندي صوت التقطاء وعندي الخشونة ده بيبقى حل جازبي استاخد الكرسي بتاعنا كله كاملة على فكرة معه تقطاء حنروح بقى لمشكلة العض طبع انت عارف دي فيه ناس بتشغل دمكها اتقولك بس انا عندي مشكلة وتقطاء هنا يبقى انا اخد ديونت لا هو الكرسي بيتعامل مع كل ما يخص العظام والعضلات والمفاصل وكله مرتبط ببعض مسلس حرمي يعني طبع بيجي بقى التاني حاجة عندنا النهاردة حقيق اثارت المشكلة العظام يبقى لازم المكون الاساسي في العظام هو ايه الكالسيم الكالسيم واحنا بنخش الكالسيم بالصورة كافية على فكرة اه طبع عشان كده لما حددتك المكمل الغذائي التاني منتعنا النهاردة اللي هو السيزيزي بيكس وتركيز الكالسيم وهو محطوط في صورة ايه بصورة الكالسيم سيطرية ليه محطوط في الصورة دي يبقى معظم من الناس اللي بتاخد الكالسيم يقولك انا عندي ارصف معدتي بعد ما باغنه حصل هي قصة مش في الكالسيم اه الكالسيم محطوط في صورة ايه معظم الكالسيم اللي موجود في الصورة الكالسيم كاربونيت اوكي ده اللي بيعملك ارصف معدتك تمام عشان كده تلاقي برا في الامريكا والاوروبيا الكالسيم محطوط في صورة الكالسيم سيطرية عشان ما اصرش في المعدن يبقى فيه سهولة في انك لما تاخده معدتك ما تقرصش عليك حلو يبقاش فيه الألم والكعب والألم ده والألم ده على فكرة ما يكون يخليك توقف في العلاج اه طبعا تمام يبقى تاني حاجة عندنا النهاردة اللي هو الستيزيت بيكس اللي هو بتاخد قرص بعد الغداء عشان يعوضلك نقص الكالسيم او يقيق انه ما يبقاش عندك نقص في الكالسيم جميل بس هو المسؤول عن انصص الكالسيم هو فيتامين ديل اه واحنا عندنا كلين نقص في فيتامين ديل موحدش بتعرض للشمس احنا على الصبح والله احنا على حضرتك ان الشمس هي المسؤول عن تحرير الفيتامين ديل في جسم الانسان خليباك يا جهازة مشكلة مش مش الشمس بتاعت الساعة تنو الضهر مش الشمس بتاعت التاني الشمس بتاعت الصبح الشروق ماذا بضعش البحر تقول لنا كده عملت فيتامين ديل شمس تاني ده ملاش علاقة بالله شمس اللي هي بتبقى ساعة الشروق وقبل الغروب ساعة الشروق ايوه يعني هي من سبعة لتمانية مثلا او ما اوزل حسب الشمس بتشروع قدر ماشي يعني من الشروق الساعة اللي هي بعد الشروق والساعة اللي قبل الغروب اه اللي هي ساعة خمسة كده وده ما بيحصلش اللي هو ستة سبعة الحدود دي حلو او وده ما بيحصلش فانت عندك نقص في فيتامين ديل يعني انت لو عندك نقص في فيتامين ديل وتاخد الكاتسا بالصورة المفروض تاخدها هيبقى عندك برضو عندك مشكلة شاكده عند المكمل الغذائي التالي بتاعدي النهاردة اللي هو الفيتي بيكس الفيتي بيكس وتركيز الفيتامين ديل فيه الفين وحدة دولية هي احتاجاتك في اليوم من الفين الاربعة تلاف حلو او يبقى عندك احتاجاتك في اليوم من الفيتي بيكس اللي هي مسؤولة عن ترسيم الكالسام في العضم اكيد وخلي بالك بدولك قرص بالليل عشان تعرف تنام لان من ضمن اعراض نقص فيتامين ديل حتة الارق وقلية النوم اه وخلي بالك كمان انت عندك مشكلة في العضم فهتلاقي نفسك انت كم مش عارف تنام اه طبعا فيه قلم ووجع وتعب مش عارف انا يبقى انا اديتك دلوقتي حلتلك مشكلة المفصل عن ترسيم الكالسام في العضم ده جميل اوي كده احنا كده تلات حاجات تلات حاجات من الكورس بتاعنا من الكورس بتاعنا اسا فضل لنا عندنا حاجتين كمان حاجتين حاجتين حاجت تتعامل من العضلات وحاجة تبقى بديك حاجة مصدر للطاقة عشان تده تمارس حياتك بصورة طبعية طيب عشان بس ما انتوهش المشاهدين معنا واحنا لسا كمان عندنا تقرير ممكن تقولي العرض بلما اطلع التقرير ونرجع نكمل الحاجتين اللي نقصين عندنا العرض عشان انا موجود مع البيه طب نورنا بدينا عرضه 50% على الشهر الثاني حلو يعني الشهر الثاني عليه تسكوين دي 50% وعلى فكرة هو قبل 50% كمان سعر يناسب جميع افراد الاسر جميل وخلي بالك كمان المشاكل اللي بيحلها لا تقدر بمال اطبع بديك حل المشكلة بدون اي اثار جانبية الحاجة التالتة انه هو فيه ارقام تلفنات موجودة على الشاشة في حريق متخصص بيتولى الرد على حضرتك وبيتابع معك الحالة بكل 15 يوم عشان انه يهمني انك تخف اه الحاجة الرابعة انه هو النهاردة مصاريف الشحن مجانية الحاجة الخامسة انه هو اخد موافقة مزارة الصحة وهي السلامة للغيزة وعشان كده الكورس ده موجود في بعض المتشفات الكبرى في القاهرة واسكندرية انت منور الدنيا انت لم نور دنيا الله العزيز من نور البي والهالي طب احنا نروح تقاريره ونرجع لحضراتكم تاني ايسا عندنا حاجتين ما تكلمناش عنهم الكورس حلو ومشاكل اللي من قبلها في العظام ممكن تختفي كده اروح لك للقطاع قريبا ونرجع لكم تاني اسمي ساميح عندي 57 سنة ما كنتش بقدر اقف خالص على حيلي ولا اقدر اطلع السلم ولا اقدر اقف في المبخ اعمل اي حاجة عدمي كله كان وجعني ودهري وجعني ورقبتي فقارات رقبتي وجعاني ما بتحركش خالص الناس نصحوني ان انا اجيب كرسي العلاق بتاعي لعظ لكن قبل 13 شهر لقيت تحسن جميل جدا عدمي خف وبقيت اقدر اطلع وانزل واعمل لعيالي كل حاجة في البيت بشكر شركة بيكس فارما انا اسمي اسمي 33 سنة بيتطلب شغلي ان انا اقف تقريبا 24 ساعة طبعا من سنتين حسيت بقلم شديد في الركب وفي الرجلين وكان بيجيلي شد من اعلى الرقبة لاسفل الظهر الناس وصفوا لي كورس بيكس فارما جربتوا تقريبا بقالي شهرين ماشي عليه انا بقيت احسن كتير رجلي دلوقتي الحمد لله بقى ضرق في فترة طويلة حتى شغل البيت بقيت الحمد لله بانتظام طيب اقول احضراتكم حاجة مهمة قوي احنا هنا ليه بنركز على كل حاجة بتخص حياتنا عشان هي مفيش اغلى من الصحة يعني تعال نركز مع بعضنا كده ايه الاغلى عندك اللبس البيت العربية مشفيش اغلى حاجة هي الصحة هي اللي بيجيب كل الحاجات دي فبكتالي لازم تبقى صحياتنا حلوة عشان يبقى الدنيا كلها حلوة لسه مكمل معنا الدكتور علاء الدين احمد مستشار العلم الشركة بكس فارم اللي بيكلم معنا عن كورس مهم جدا ومفيد جدا علشان مشكلتك اللي بتقابلها سواء في اعمال اعلام العظام او اعلام العضلات او اعلام المفاصل واعلام اللي بتاع بانا مش عارفين نيشوف حياتنا بسببها طيب احنا كان عندنا لسه حاجتين ما تكرماش عليهم بس احنارجع تاني نقول العرض في خمس حاجات بتاعتنا وبعد كده نقول الحاجتين اللي نقصي خمسين في المائة على الشهر التاني حلو مصاريف الشحر المجانية جميل ارقام تلفنات موجودة عشان شهر فريق متخصص بيرد على خضراتكو عشان يتابع معاك الحالة ويحدد معاك الجرعات الحاجة الخامسة انه او اخد موافد بزارة الصحة وسلامة الغذاء عشان كده هتلاقيه موجود في بعض المشهات الكبرى في القاهرة واسكندرية طيب عندنا بقى حاجتين لسه نعصي عندنا قلبة كريم تقريبا شايفها وفيه مولتي فيتامين بص حريك لو تفتكر احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي تعملنا مع العظام حلو وتعملنا مع المفاصل عايزين بقى نتعامل مع العضلات طبعا ولازم العضلات تبقى قوية عشان تحافظ على العظام حلو عشان كده داخل بمكمل كل شو ها اقولك مكمل غذائي يعني ايه مكمل غذائي يعني انا بديك حاجة ملهاش اي اثار جانبية زي ما اتفقنا وهفكرك بضربة حاجات اللي انهم في الاول الروك بيكس وهو من اسمه على فكرة ان انا عايزة تخلي عضلاتك تبقى زي الصخر روك يعني صخرة حلو عشان لما عضلاتك تبقى قوية هيبقى عظمك قوي وهيبقى منفاصل بطاعتك مفاش اي مشكلة اكيد مكمل غذائي يعني هو مكوناتك كلها طبيعية الروك بيكس عبارة عن اوكليبتاس اللي هو بيسموه زي تلك فور و تلك الفور ده على فكرة من زمان او من ساعة القدامة المصرين كانوا بيستخدموه يدونو بيه جسمهم عشان يسكن الالام ايوه زي زي الزيتون زي زي حاجات كتير جدا هو اقوى مسكن الالام الطبيعي فيه عندنا كمان زيت القرونفل اللي هو اقوى مسكن ومخدر الالام الطبيعي ايو ده اخد حدة القرونفلات عشان تستكعشان شوفها و على فكرة بيبقى اقوى قلم قلم الدروس وندي فيه قرونفل طبعا الحاجة التالتة اللي هو بيسموه زيت المنتول اللي هو بيسموه زيت النعناع وزيت النعناع النهاردة بيشتغل كبسط العضلات ريحته حلوة كمان تمام وحاجة انت لما هتفتح على فكرة هتشم ريحت زيت المنتول فيه حلو ومستر روكبكس انت بعد ما تاخده من 3 دقائق ل 5 دقائق هتبتيت تحس بالألم بيختفي تماما في منطقة العضلات يعني اكي ان حطيت بنج في المكان اللي فيه تورم او فيه وجع او فيه قلب 3 دقائق ل 5 دقائق هتحس اللي انا مراح تماما انا هاخد واحدة انا ماشي وانا هديك واحدة بعد الفقرة دي انا سمع مخرج هلها هديلك قلبة وانا ماشي فيه خلي بالك بقى مستر روكبكس انت قلت في المقدمة ايه خلي بالك انت مش قادر يمشي هو عايز انا بقى بديك عشان كده قلتلك ايه يهمني ان انا برضو ديك حاجة يبقى علاجها سريع مفعولها سريع روكبكس بناخد مرة الصبح مساج ومرة بالليل مساج مرة الصبح ومرة بالليل ومرة بالليل يبقى انا كده وعلى فكر روكبكس الناس اللي بتشتكي او الناس اللي مش بتشتكي حاليك النهاردة اللي بيوح صلاة الجيب مش لازم يسخل عضلة لعبة الكورة مش لازم بيسخل عضلة سبت البيت اللي بتنظف البيت الراجل اللي مش عارف يصلي اللي مش قادر يفتلع سلم ده احنا مرة الصمح ومرة بالليل في منطقة العضلات عضلات الكاتف عضلات البراك عضلات الرجل أي عضلات ماشي حلو كده احنا خش بقى على المالتي فيتامين اه انت عايز برضه عصر السرعة فانت محتاج حد تديله طاقة عشان يقدر يبارس حياته بسرعة طبعية يبقى لازم ما اديك مجموعة فيتاميناتهم معادة وميزة المكمل غذاء الخامس بتاعنا النهاردة القلب المالتي فيت انا جمعتلك 13 علبة في علبة واحدة بس حلوة اوي يعني 13 مالتي فيتامينز ومعادي من الجسم بيحتاج حطالك في علبة واحدة بس جميل فيتامين سي فيتامين سي ده اللي هو بيرفع كفاءة جهاز المناعة وبالنسبة للهواني من نظرة البشرة عندي الزينك وعلى فكرة الإلم المالتي فيت اعلى تركيز زينك الموجود في سوعة الإيمة موجود في الإلم المالتي فيت والزينك معروف انه بيرفع من كفاءة جهاز المناعة وبيقوي كبان الشهر طبعا عندنا مجموعة فيتامين بي كلها بيع بي وين وتو سري و سكس و سيفن وتولف وتولف ده اللي هو كان مسؤول على الأعصاب مريض السكر أيوا أيوا وسيفن اللي هو البيوتيل اللي هو نظرة البشرة الله ينعرأ حضرتك آآ كل ده موجود فين في الإلبة المالتي فيت اللي هي الأورنج الإلبة الأورنج اللي يجرد ناخد أورس بالزبط حقيق بناخد أورس بعد الفطار على كوبات مية آآآ الحاجة الرابعة برضو من ننمنه كوناته اللي هو كالسام اللي نحن نتكلم على كورس عظم الحاجة الخامسة اللي هو الفوليك أسد للستات الحوامل عشان يمنع تشوهات الجنين الحاجة السادسة النهاردة انه هو موجود فيه كمان الفوليك أسد عشان تشوهات الجنين الحاجة السابعة اللي هو الكبر اللي هو النحاس عشان بيقلم من اعراض الشيخوخة زائد بجموعة بي 12 عشان يكمل لك التلاتاشر ملتفايتم ماذا ما تقولي بقى الكورس انا عايز بس اسألك هو داي ناسب كل الناس عندهم امراض المسلمينة سواء كان ضغط او سكر او حريك انا بقول ايه في الاول قلت ده مكمل غزائي حلو يعني بديك مش بديك حاجة كميائية جميل يعني اي طفل من اول ما تبلع تاخد وهفكرك بالاربع حاجات حاجة يبقى لها تأثير وتأثير سريع حصل الحاجة التالية اكاد يكون ملهاش اي اصار جنبية لان الكورس بتاعنا عبارة على المكملات الغزائية جميل الحاجة التالتة يكون سعر مناسب بالقفر انا دي طولك النهاردة 50% فاتدتك سعر مناسب وحتى قبل القفر هو كمان سعر مناسب الحاجة الرابعة بس سهل لانك تاخده يعني ايه يعني مجيش مساة تاخده كل ساعتين تلاتة لا انا بديك الجونت بيكس قبل ما تنام بديك الفيتامين دي قبل ما تنام بديك القلب ملطريد بعد الفطار بديك الكالسيوم بعد الغداء كريم المساجي مرة الصبح ومر بالليل اي حسن حياتنا نورتنا ونورت البيو الهانم ونورت البلاتو كله انا المنور بوديو وتشرفنا تاني بإذن الله وجملينا حاجات حلوة كده من الجبانة وبعروضك الحلوة دي 5% على الشعر التاني ده جميل عجبتني والله افكرة حلوية انت نورتك معنا الدكتور علاء الدين احمد بوصر شهر علمي شركة باكس فارم نتكلم معنا النهاردة عن كل ما يهم اسمنا من او ساعتنا من الالام اللي من قبلها سواء مفاصل او عضلات او عظام للتالي حضراتكم تقدروا تستمتعوا بحياتكم حياتكم تبقوا مختلفة تقدروا بتعيش حياتك تبقى الشغل تنزل تلعب كورة تلعب تصلي حضرك تقدر التوضى بالبيت تعيش مع حياتك ببقاش فيه مشاكل في الام في اي حتة تتواصلوا معاهم سواء كان عالسوشال ميديا حياتك هم العرض موجود فهم كنت تتواصلوا في اي وقت وتاخدوا العرض ده خليكم في البيت كلكم صحتكم حلوة هي اللي بتجيبلكو فلوس وهي اللي بتعملكو سعادة لكن اما كن متدغدغ انا مش هادر اعدل اي حاجة لا انت يقدر تعملي اي حاجة ولا هو يقدر اعمل اي حاجة يارب تكونوا في اتناكم النهاردة وحلقتنا تكون دسمة يارب تكونوا استمتعتوا معانا النهاردة بالمشاهدة استناقوا بحلقة جديدة من دي والهاني السلام عليكم وعليكم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة